على الجانب الآخر طبعا عندي في زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بيقول انه ده كان رئيس الجراء سابق يعني بيقول انه في مقطع فيديو مع سكاي نيوز البريطانية أغلبية القتل الفلسطينيين البالغ عادتهم 12 ألف دول كلهم مرهابين سخيف لبيد والله سخيف وتصريحه سخيف رغم انه هو بيؤدي نفسه على الليبرالي وعالماني إلا انه اهو بيقول انه 12 ألف معظمهم إرهابيين يا راجل عيب عليك يا راجل يعني عيب الأطفال الخمس تلاف طفل إرهابي خمس تلاف طفل رضيع إرهابي يعني بيكلم مين بيكلم مين طبعا في شاي جولدن ده مقدم في التلفزيون في القناة الـ 14 مقرب من نتنياهو بيهدد بالإبادة الجامعية لغزة ولكل من يساعد الفلسطينيين بيقول سنقطع أكساتكم ستشاهدون إبادات لم تروا مثلها في التاريخ وبتكلم الكلام اللي حين نشوف أهو أتشغل يا سروة سمع يعني بتكلم بيقول إن إحنا بنتحدى الجميع بمفزلك أمريكا وهنجعلكم تلتقونا مع ربكم هذا شيء أكيد هكذا نحن هذه عقداتنا وعقلياتنا سنمحو نسلكم من على وجه الأرض ده مزيع بتكلم بها شايفين أدل أدل جماعة الإسرائيلية تعالوا بقى شوفوا بقى وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية فاكرين اللي اقترحت قبل كده إن إحنا يترحلوا لسينة فاكرين خطة لترحيلهم لسينة ونتنياهو ساعتها قال ده يعني كلام مش معتمد وإحنا في الخارجية عندنا اعترضنا على هذه التصرحات وسامح شكري رد على من سأله عن التصرحات قال تصرحات سخيفة النهاردة نفس الوزيرة بتطلع تعديل المخترح بتقول نقترح توطين أهالي غزة في دول العالم اللي بيحب غزة وزعلان عليها ياخدهم عنده شايف الفجر الإسرائيلي احتلوا الأرض وبترودوا الناس وبقولوا اللي بيتعاطف معهم ياخدهم عنده الأرجنتين تاخد شوية والأرجوية تاخد شوية وشيلي تاخد شوية وأوروبا شوية والدول العربية اللي زعلان علي فلسطينيين ياخدهم عنده ده الخلاصة اللي بتقولها وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية اللي بتمثل جزء من العصابة الموجودة في حكم إسرائيل